بينما يخض البعض ظروفا شاقة للحصول على قوت يومهم نجد البعض الآخر يفضل الطريقة المختصرة لتحقيق أهدافهم حيث يصبح عش أنثى الأبسوم وصغارها أسهل فريسة يمكن أن تحصل عليها هذه السحلية تقترب بحذر وتنتظر الفرصة السانحة لتنقض عليهم بعد مرور عدة ساعات قرت السحلية أخيرا أن تهاجم عش أنثى الأبسوم بينما تصارع الأم المسكينة لنجدة صغارها وتحاول أن تدفع بطش السحلية لحسن الحظ نجحت جدارة الأم في إنقاذ صغارها وجعلت السحلية تجر أذيال الخيبة وراءها وتبحث عن مصدر آخر للتغذية بأقل الخسائر الممكنة على الجهة الأخرى نجد أنثى التمساح تحاول حماية بيضها الذي يحمل أجنتها التي لم تولد بعد ولكن هذه المرة أي فرصة للفشل قد تعني الموت بالنسبة للسحلية لأنها في مواجهة فريسة أكبر منها حجما وأكثر ضربة يبدو أن هناك مترصدين لبيض أنثى التمساح السحلية الانتهازية والكبرى المتشوقة للغذاء الشهي والوفير يحاولان فرض سيطرتهما على الفريسة المحتملة ويقفان في مشهد استعراضي لبسط النفوذ والسيطرة وأحقية أيهما للوليمة التالية حاولت الكبرى أن تقدم بكل شجاعة على الأدغ السحلية السامة التي لم تكن تترك لها الفرصة للاستيلاء على وليمتها الأخيرة بعد يوم شاق دون أن تحصل على أي طعام فهي تقاتل الكبرى بكل شراسة أملا في الحصول على وجبة شهية وبالفعل بعدما أبعدت الكبرى من طريقها حصلت السحلية السامة على جائزتها أخيرا بينما كانت أنثى تمساح تستلقي في البركة وكانت السحلية تستمتع بالبيض الشهي المليء بالأجنة وحين استفاقت أنثى تمساح خرجت مسرعة لتحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من صغار أجنتها ولكن لحسن حظها كان الأوان قد فات فقد عادت لتجد أن السحلية جعلت من صغارها وجبة شهية وحملت ما تبقى في فمها وفرت هاربة قبل أن تفيق أنثى تمساح ولكن لم يمضي كثير حتى تمكنت أنثى تمساح من أن تنتقم منه أشد انتقام لقد استحوذت على السحلية كلية ولم تعد قادرة على الحركة وسحبتها نحو البركة لتقضي عليها بضربة واحدة إنها عدالة السماء